بسم الله الرحمن الرحيم درسة اليوم يتامن عنا الدرس الأخير سيكون عنا في مادة الثقافة المالية رح نستكمل عنا درس النماذج البنكية والتطبيقات البنكية نيجي من نتطلع حكينا الحص الماضي عن رقم الحساب حكينا عن الآيبان نيجي نتطلع يا تامن عنا اسم حامل الحساب رقم الحساب المبلغ وعنا اسم المودع ورقم تليفون هادي كلهات الشخص عنا اللي بقوم عنا بإداع المبلغ نعرف ان كلهاتنا اقل مبلغ ممكن نودعه خمس فلسات وقد ما بدك بعدها بتحط انت بالمبلغ حسب اتفاقك مع الشخص المودع ليله بنيجي تاني نوع عنا بكون الشكات الشكات عبارة عنا عن اوراق مروسة بتكون بطريقة معينة مصروفة من قبل البنك المختص فيها ممكن يكون بركزي بنك رئيسي حسب كلهم حسب فرع اللي بكون فاتح فيه عنا الشخص حسابه بس نعرف معلومة مهمة انه بصح لأي شخص يفتح حساب اه بصح لأي شخص يفتح حساب اذا كان متجاوز العمر 18 سنة وبيقدر يسحب عنا دفتر شكات بحيث يكون هو عميل متداول في البنك له اكتر تقريبا من 6 شهور عماله بيشتغل عنا في البنك او فاتح حسابه في البنك هذا وصال فيه معاملات كثيره له وما فيه له ولا اي معاملة قانونية نزلت عليه او ما صال فيه عنا عليه خلال معين ممكن من خلاله يطلب عنا دفتر شكات وبيصير عنا يستخدمها بكل رياحية امنيجي منيطلع عنا هون يا تامن مكونات او نموذج الشك على ماذا يحتوي بيحتوي عنا على التاريخ واحد تاريخ تحريد الشك تنين القابض وهو اسم الشخص اللي بقوم عنا بتوجه انت له الشك نفسه ثلاثة منيجي منيطلع هون مبلغ الشك بالارقام اربعة منيجي منيطلع مبلغ الشك بالكلمات انا كتبت رقمي هسا بتكتبوه كتابة عشان ما حدا يزيد لي صفر شمال يمين يروح يصير المبلغ متضاعف لا بكتبوه بالارقام وبالكلمات خمسة توقيع الساحب زي ما احنا شايفين وستة بيكون عنا الرقم التسلسل بيكون هو دفتر الشكات ما يقارب العشر ورقات بيسحب عنا فيهم حسب كل استخدام بنيجي منيطلع بعديها عنا يا تامن على التطبيقات العملية لالها هلأ انا لازم اعمل عمليات تطبيقية عنا لنماذج البنكية فاسهل استخدام كان من نسبة لهم هي الخدمات المصرفية زي بطاقات الصراف الآلي وخلافها بنيجي منيطعرف عنا على الشكل الموجود عنا كشف حساب بنكي بيحدد فيها الكشف الحساب البنكي هذا نوع البنك اللي انا عمالي بستخدم فيه زي البنكي التجاري نوع الحساب نوع العملة عنا رقم الحساب والفترة اللي انا باخد فيها كشف الحساب كامل مثلا بديها طول الشهر بخد ليها من واحد خمسة 2015 زي ما احنا شايفين لا خمسة وعشرين خمسة 2015 هاد شو بستفيد منه بيبين لجميع الحركات اللي انا دفعتها او سحبتها زي ما بحقوها واللي قمت عنا بايداها بتواريخها كاملة كاملة زي ما احنا شايفين كلياتها بواحد خمسة بسبعة خمسة بعشر خمسة باثناش خمسة وخلافه لحد يتوصلنا عنا لتاريخ اللي هو خمسة وعشرين خمسة واعطاني بعديها مجموع الحركات المدينة ومجموع الحركات الدائنة لكل شخص ورصيد نهاية الفترة منيجي نتطلع بعديها عندنا يا تامن نصائح استخدام آمن لبطاقة السراف الآلي انا عشان تعرف اتعامل معها اول اشي عنا منيحتفظ فيها في مكان آمن لا تطويها او تختشها انا تقول انا بضبط مكان امين احفظ رقم تعريفه الشخصي بيكون مع البطاقة هذه مصنوعة هي من البلاسك المقوة بيكون معها رقم سري صغير بيعطيك هيها تقريبا مكون اربع خانات بتروح انت بتحتفظ فيها او لازم يكون الانسان يحفظها مش لازم تكون عنا موجود الرقم السري مع الشخص نفسه لانه ممكن تتعرض السرقة او تتعرض عنا للحريق فمعناته انا لا قدر الله ضاعت مني انسرقة معناته انا بدي اكون حافظ الرقم السري عشان ابلغ البنك انه انا بطاقة انسرقة وصار معي واحد اثنين ثلاث ميناء علي البنك يقوم عنا بعملية ايقاف الحساب هلأ عند اختيارك رقم التعريف الشخصي تجنب استخدام الارقاف والحروف التي يمكن تخمينها بسهولة معناته انا ببعد عن اسمي ببعد عن رقم تليفوني وانا بحط الباسورد تبعي وبحط عندي ارقام ممكن تكون غريبة شوية او بعيدة عن ذهن اي شخص عني بمثلي بأي سفا اذا فقط بطاقتك فتأكد انه بحوزة الرقم هذه الطوارئ المؤسسة يوصى باصحاب بطاقات السراف الالي واحدة فقط عند السفر معناته انا لما بدي اطلع على اي مكان او سافر معناته باخد بطاقة السراف الالي واحدة اذا فقط بطاقتك الايتمانية او بطاقة السراف الالي فاتصل فورا بالمصرف الذي اصدر لك هذه البطاقة نطلع عندنا هون طريقة استخدام بطاقة السراف الالي اول شي بحط البطاقة بدخلها بختر المبلغ اللي انا بدي اياه بدخل الرقم السري بيحدد لي اني انا دخل البطاقة اللي انا بدي اياها على حسب شو انا الخدمة اللي بقدم لي اياها بعدين منوجه عنا على الصراف الالي بكون ان دخلت اللغة اللي انا بتختارها بختار المبلغ اللي انا كتبته وبعدين بسحب الفلوس الموجود بين ايداي وباخدها هلأ منيجي منيحكي في عني خدمات مصرفية الكترونية بعدي الطرق بتتعلق عنا بتسهل التنقل بين الابنوك وإنجاز الأعمال في أي مكان وزماني منعرف أنه بطاقة الصراف الآلي هي بطاقة بلاسهية نستعملها لسحب الأموال من الحساب المصرفي أو دفع ثمن مات الشريف من سلع وخدمات وبتربطها بحساب العميل وبتخصم المبالغ من أمواله يعطيكم العافية شكراً لكم كل عام وإنتوا بخير